كل مهمة صغيرة في الحياة اليومية هي جزء من التناغم الكلي للكون ترجمت مقولة الكديسة تريزا الطفل يسوع إلى أفعال حيث شيد الأباء الكرمليون كنيسة الكديسة تريزا الطفل يسوع بحي شبرى عام 1931 بحجر أساس من الأراضي المقدسة حتى اكتمل هذا الصرح المعمري الكبير عام 1937 بالإضافة إلى افتتاح دير الرهبان الكرملي بجوار الكنيسة عام 1948 بنيت الكنيسة بعد ست سنوات من أعلان قداسة الكديسة تريزا الطفل يسوع ولا يقتصر الوافدون على الطائفة اللاتينية فقط الرهبان الكرملي أتوا إلى مصر سنة 1926 وبدأوا ببناء هذه الكنيسة سنة 1931 كان وضع الحجر الأساسي الأول وسنة 1932 كان القسم الأول من الكنيسة قد اكتمل ولذلك انتظروا لسنة 1937 كان إتمام بناء هذه الكنيسة الكنيسة هون تابعة للرهبان الكرملي والرهبان الكرملي هي رهبان عالمية مركز رئاستها في روما ولذلك تتبع الطائفة اللاتينية الكنيسة الغربية لكن المؤمنين الذين يأمون هذه الكنيسة من كل الطائف إن كان لاتين وإن كان أقباط أرتودولكت أقباط كاثوليك رون كاثوليك موارنة من كل الكنيس حتى إخوانا المسلمين بيجوا لهنا هنا بازيليك سنة تريزة طفل يسوع وهذه الكنيسة بنيت بعد ست سنوات من إعلان قديسة تريزة لياسوع الطفل قديسة ولذلك كثيرين يأتون إلى هذه الكنيسة ليطلبوا الصلاة ويطلبوا نعمة الشفاء من القديسة تريزة للطفل يسوع ويطلبوا كمان بركة لأي حاجة معينة تتميز بازيليك الكديسة تريزة الطفل يسوع بوجود مزار أسفل الهيكل يحتوي على جزء من رفاة الكديسة تريزة بشكل دائم وتمثال لها كما زارت رفاة الكديسة تريزة كنيستها بشبرى عام 2019 علاوة على ذلك قرر المجمع المقدس الخاص بالعبادات الليتورجية منح الكنيسة لقب بازيليك لتصبح عام 1973 بازيليك الكديسة تريزة الطفل يسوع تستمر الكنيسة برئاسة الأباء الرعاة منذ تشييدها وحتى الآن في المهمات الصغيرة للحياة اليومية التي تحيي الكنيسة من كدسات يومية وصلوات كما توسع الكنيسة الخدمات كافتتاح مستشفيات وحضانة أطفال ومستوصفات طبية وغيرها من المهمات اليومية التي تشارك في التناغم الكلي للكون هوني كبازيليك معناته معبد مفتوح للجميع ولذلك نحن عندنا نشاطات من ساعة سجود قد ديس يومية صباحا ساعة سبعة صباحا والساعة السادسة والنصف مساء مع صلاة السبحة وأيضا وعظ لقاءات مع الشبيب والعائلات حاليا بسبب كورونا من عم نسمح للتجمعات إلى حين ترجع تفتح المدينة وترجع الدنيا بسلام نحن نرجع لنشاطاتنا العادية لكن الحفلات الصلاة حفلات التعبد كليتها سوا عملنا نتممها بحضور 20-40% ماكسيموم ضمن الكنيسة اشتركوا في القناة